في إلك قصص كثيرة بعض الإصابات ومننا قصص مثيرة فعلاً خلينا نسمعها بعد ما نهينا معركة كسب وحررنا كسب بالكامل كنا عم نجيب الشهداء الراحوا معنا وصلت على الأرض اللي استشهد فيها ياسير طلعت حق الألغام احزروا الألغام الفاتحة؟ يا أمت الله شو جواب اللي أدل لهنا كان معي تنين أصدقائي اللي ماشيين ورا مني فانفجر فينا أول لغم رمج شباب تنين معي لبرات الحقل أنا رماني لجوه بارودتي كانت تبعد عني تقريب ثلاثة متار عم بسحفة عند البرودي ماسكت البرودي بإيدي سحفتها لعندي كانت آخر نظرة من عيني على بارودتي انفجر اللغم الثاني رماني على اللغم ثالث اللغم الثالث ما انفجر شوي شوي أهالات غمة لاش تترك على الارض عوصوا بالله طلعت مجموعة من الشباب وصلوا لعننا شعروا الشباب الثاني اللي كانوا معي وفاتوا لعندي انت موجود على لغم موجود على لغم اللغم ما انفجر طبعاً أنا هون كتتساقد كل حاسيس راحتين الثاني ضربت عندي الجمجمي كمان هلا جمجمي عندي فيها صفايح وبراغي بيفوتوا اتنين شباب بيشيلوني عن الارض اللي يحطوني على البطاني يصعفوني فيها بينفجر اللغم الثالث بيقص اجرين الشباب اتنين اللي عم يشيلوني بيطلعوا كمان الزحف في الشباب انا بظل جسي بالارض بيطلع مجموعة تانية ويكون معهم مقاتلة ارمانية من كزر اسمها سيفان بتقترح فكرة انه يجيبوا حبل بيعلقوا فيها حديدة تبعى جوا بيظلوا يزتوا علي لحتى تعلق فيني لحصة محظي انا علق بالبنطرون البدلي مع الجاكت بتحبوني نزلوني على المشفى يحطوني بالبراد على اساس اني فارقة الحياة تشهدت نصفة الليت تقريبا بالبراد الطبيب الشرعي بيمرق على الجسامين بيلاحظوا انه عندي نبط بيشيلوني موتى موسيقى مصح اسني ضحفة لا عمى لعمى صحى لا عمى صحى شكرا